بحث وزير النفط والمعادن رئيس اللجنة اليمنية الروسية الدكتور سعيد الشماسي مع مدير شركة روسيا جولوجيا الروسية ديسكاتين أليكسي تعزيز أفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وفرص الاستثمار المتاح في بلادنا خاصة في قطاع النفط والغاز والثروات المعدنية وفي اللقاء أكد الدكتور الشماسي حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في بلادنا على توفير المناخ والتسهيلات المناسبة للمستثمرين في مختلف القطاعات ومشيرا إلى أن وزارة النفط والمعادن تعتزم تسمية العام المقبل عام التعدين للتأكيد على همية هذا القطاع الحيوي والمهم وللترويج لما تكتنز بلادنا من فرصة استثمارية في هذا المجال اشتركوا في القناة